اشتركوا في القناة يعني ايه يعني حقوق الملكية الفكرية تعالوا نشوف الليسون ده بتكلم عن اين For example لو انت دلوقتي مثلا مطلوب منك ان انت تعمل project فانت طبعا بتروح تدور على الانترنت على مثلا images او بتدور على videos او بتدور على اي حاجة بحيث ان هي تساعدك في ال project الخاص بيك فانت من السهل جدا ان انت لما تشوف اي content online اي محتوى online تروح تعمله copy paste وتعمله ايه insert في ال school report الخاص بيك لكن لازم تاخد بالك ان في حاجة اسمها ال copy right واكد طبعا فاكرين ال copy right دي اتكلمنا عليها في listen one مع المستكشف جيف كيربي وان هو ازاي كان بياخد باله من ال images اللي هو بيصورها وازاي ان هو يحميها بالقانون اللي هو الخاص بال copy right فلازم انت لما تيكي تشوف اي content online لازم تاخد بالك من ال copy right حقوق النشر لازم تتأكد هل دي مثلا عليها copy right هل دي مثلا ملك الحد هل انت لازم تاخد permission من الشخص صاحب المحتوى ده قبل ما تاخد المحتوى ده وتعمله insert في ال school report في حاجات كترة جدا لازم ناخد بالنماء ان فيه قانون بيحمي ال digital content المحتوى اللي هو موجود online لان طبعا بيبقى فيه اشخاص هما اللي عاملين المحتوى ده فلازم انت قبل ما تاخد اي محتوى online لازم اول تاخد الاذن من ايه صاحب المحتوى ده copyright gives creators legal protection for the things they create قانون حقوق النشر بيدي لي الناس اللي هم عاملين المحتوى دول سأقوا مثلا انهم عاملين مثلا image او عاملين video او whatever المحتوى اللي هم عاملينه بيدي لهم الحماية الكاملة علشان يدروا يحموا شغلهم اللي عملو ايه online اوكي زي ما نشايفين في الصورة كده ده الشكل الخاص بالكابرايت بيبقى فيه الليتر سي كده وحوالي ايه؟ حواليه circle اي حد مثلا عامل image او اي حد عامل video او اي حد عامل program وابتدى ان هو يحط online في حاجة اسمها الكابرايت الكابرايت ده بيحمي الشغل الخاص به يعني انا مثلا لو عامل image وحطاها مثلا online ماقدرش اي حد ييجي ياخد الimage دي ويحط عليها اسمه لأ لان انا عامل عليها كابرايت عامل عليها حقوق النشر ومن حقي ان انا كاونر of the image لو اي حد اخد الصورة دي من غير يعني اذني او without my permission انا ممكن اروح اشتكيه لان فيه قانون بيحمي الشغل الخاص به طبعا كمان حتى الكتاب الوزاري اللي انتوا بتدرسوا منه ده كمان عليه كابرايت عليه حقوق النشر ماقدرش اي حد ان هو ياخد مثلا الكتاب الاي ستي ده ويكتب عليه اسمه وينسبه لي طبعا غلط كابرايت اول سو بروديكت اميجز ميوزيك فيديوز جيمز كوبيوتر سوفتوير انت الوقتي لو انت عامل اميجز وحتى اولاين عامل ميوزيك وحتى اولاين عامل مثلا موفي وعمل اولاين جيمز سوفتوير وانت المفاوض ان انت صاحب الايه الصورة او الموفي او الجيم دي وجيه طبعا اي حد تاني حاول ان هو ياخد الصورة دي مثلا او ياخد الجيم ده او السوفتوير وبتدي ان هو يحط اسمه عليه او مثلا او حتى كمان لو موقع خاص بيك وبتدي حد تاني ان هو ياخد منك الموقع ده ويحط اسمه عليه لأ طبعا غلط لان في حاجة اسمها كابرايت وانت ان انت حطيت كابرايت على كل حاجة خاصة بيك انت حطيتها اولاين يبقى انت كده خلاص يعني في حماية القانون اللي هو بيحمي اي حاجة خاصة بيك انت حطيتها اولاين علامة الكابرايت الخاصة باي ويبسايت دايما بتبقى تحت كده في الهوم بيج تعالوا برضه وريكوا اجزامبل لها اهو ده مثلا ايه شكل ويبسايت تحت كده بتلاقي فيه اعلامة اهو اعلامة ال سي وعليها ده اللي هو بتاعت الكابرايت ومكتوب ايه كلمة كابرايت فكده خلاص الويبسايت ده خلاص كده ايه ليه حقوق ناشر مقدرش اي حد ان هو ياخد اي حاجة من الويبسايت ده ويبتيد ان هو يكتب عليها اسمه من غير ما يرجع ليه صاحب الويبسايت اوكي طب امت بقى يعني اعرف ان انا مثلا بستخدم محتوى عليه حقوق ناشر او محتوى مثلا ما ينفعش ان انا غير لما ارجع لصاحب المحتوى ده لو انت عملت الdownload a tv episode on a youtube انت مثلا صورت مثلا فيلم او صورت مثلا حلقة من مسلسل وبتدت ان انت تعملها download على اليوتيوب ده طبعا انت مش من حقك لان الفيلم او المسلسل ده بيبقى عليه كابرايت فما فاش ان انت تاخده وتصوره وتنزله على اليوتيوب use someone else artwork on your social media accounts ان انت مثلا تاخد شغل مثلا فني لمسلا حد مثلا مصور او حد مثلا صور صورة او حد مثلا رسم رسمة وتدريد ان انت تحطه على الاكاونت عندك مثلا على الفيسبوك فده مش منحقق يعني الارتورك ده الشغل الفني ده مش منحقق انت لازم هترجع عليه صاحب الارتورك ده وتاخد منه البرميشن او تشوف التصرف الصحيح اوكي when you use copyrighted content you should لما تكون انت بتستخدم محتوى عليه حقوق نشر لازم تاخد بالك من حاجات كتير قوي you should respect the creator's work and use it fairly يعني ايه لازم احترم الشغل الخاص بي الايه الشخص اللي عمل الشغل ده واستخدمه بحكمة ask for permission to use it ولازم استأذن صاحب الشغل ده ان انا هاخد الشغل بتاعه هاستخدمه attribute or give a credit to the creator لو انت عايز تستخدم الشغل اللي هو خاص بي حد تاني وخلاص يعني محتاج تحطه على الاكاونت او محتاج تعمله مثلا insert في البرجيكت الخاص بي تعمل ايه مثلا لو انت خدت صورة معينة والصورة دي مثلا خاصة بي شخص اخر وعليها copyright عليها حقق ناش ممكن انت تاخد الصورة دي بس تقطب تحتها مثلا ايه اسم الشخص ده فلازم دايما في حاجات معينة لازم ان انت to respect it لو هتستخدم copyrighted ايه content اوكي and any place اوقات مثلا حدي يكون حاطة صورة او اي creative work ويكون انه هو في نفس الوقت يعني مدي الpermission ان اي حدي يستخدم الشغل الخاص بي في اي وقت وفي اي مكان يعني مثلا هديكو انا مثلا وانا بعمل upload لأي فيديو على اليوتيوب ساعات مثلا بكون عاملة insert leave videos ف اليوتيوب يقول لي ان انت حط فيديو بس الowner ادى الpermission ان اي حد يستخدم الفيديو الخاص بي على اليوتيوب ده نفس الكلام برضو يبقى creative work give permission to reuse his work at any time and any place ان اي حد يقدر يستخدم الشغل الخاص بالشخص اللي هو عمل الشغل ده من غير يعني اي permission او في اي وقت او في اي مكان so we can use it freely نقدر نستخدمه بكل سهولة وكل حرية this is called creative commons يبقى الcreative commons ان انت تقدر تستخدم اي شغل حد من غير ما تاخد permission وفي اي وقت وفي اي مكان ان صاحب العمل ده مدي permission لكل الاشخاص ان هما يستخدموا شغلوا ايه for free يعني يعني مثلا لو في مثلا شخص عامل صورة او عامل مثلا فيديو او عامل موفي وعامل عليهم copyright طبعا copyright احنا من اقدرش ان احنا ناخد الشغل الخاص بي الا لما ناسك permission او 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 ان احنا نكتب اسمه على الشغل طيب يجي الشخص مثلا ده توف فبعد خمسين سنة القانون ده بينص ان بعد خمسين سنة الشغل بتاعه بيقى free خلاص معلوش copyright يقدر اي حد يستخدمه وبداوت any permission خلاص لانه ورد شخص خلاص ايه صاحب الشغل ده توف وانت بتعمل يسيرش على اي حاجة على الانترنت لازم تتأكد لو معلوهاش copyright صاحب العمل ده مثلا توف وان انت مثلا تقدر تستخدم الشغل ده ايه for free اوكي written content طب لو فيه مثلا محتوى مكتوب مثلا لو فيه مثلا مقالة مكتوبة لو فيه مثلا مقالة مثلا مكتوبة على الانترنت وهي مثلا عليها copyright انت مثلا ممكن ان انت تاخد جزء صغير اول من المقالة المكتوبة دي معنا مثلا كلمات صغيرة من المقالة مثلا جمل قليل قوي في طريقتين عشان اقدر اننا استخدم اللي هو الwriting الخاص بالاخرين ان انت يعني لو انت مثلا فيه مثلا مقالة معينة تاخد منها كلمات زي ما هي من غير ما تغير في اي كلمة فيها او ممكن ان انت تعبر بافكار بطريقتك انت الخاص في الحالتين في الحالتين لازم تعمل mention للكاتب اللي كتب الكلام ده يبقى اننا اخد few words او اخد few sentences او اخد الكلمات زي ما هي من غير اي تغيير او اعمل ideas بطريقة الخاصة لكن في كل الحالات لازم اعمل mention للكاتب اللي هو ايه كتب الكلام ده اللي انا ايه محتاج اخذه منه اوكي الامجز برضو كمان عليها كابيرايت when you see an image include the title طب لما انا وقت اشوف اي امج عليها مثلا كابيرايت زي مثلا في الصورة كده دي امج هي عليها كابيرايت اعمل ايه عايز ااخد الصورة دي اعمل ايه لازم اكتب التايتل التايتل الخاص بالصورة الرسام احط اسم الرسام اللي رسم الصورة لو صورة برضو متصورة او صورة مش مرسومة ب ارتست لو صورة متصورة لازم اكتب اسم الفوتوغرافر المصور اللي صور الصورة دي ممكن اعمل لينك كده في الريسيرش عندي وايه اقولهم مثلا ده لينك للصورة اللي انا ااخدها يعني ايه نوع الكابيرايت اللي محمي بيها الصورة دي لو انت مش عايز تاخد من صاحب الصورة قبل ما تستخدم الصورة دي او مثلا مش عايز ان انت تشتري الصورة دي من صاحب الصورة خلاص انت استخدم صورتك الخاصة مثلا ترسمها او ايه صورة خاصة بك لكن لو هتستخدم اي صورة لازم تحط التايتل وتحط اسم النيم بتاع الارتست اللي هو رسم الصورة او النيم بتاع الفوتوغرافر اللي هو صورة او 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 فيه صورة اسمها public domain public domain دي يعني ملكية عامة يعني تقدر الناس كلها نية تستخدمها فور فري ومعلاش اي كابرايت صورة انت public domain طبعا احنا قلنا public domain يعني ملكية عامة هيقدر اي حد ياخذ منها لو فيه مثلا محتوى او او اي حاجة ان بيبقى الان اي حد يستخدم الشغل ده بيبقى فيه اللي هي خاصة انت تقدر تستخدمها بكل سهولة من غير اي permission can can be used without a creator's permission a creative command reuse license means the creator has given the permission for their work to be used anytime and anywhere قلنا قبل كده ان الكreative command ده بيبقى فيه license اللي هو يقدر الكرياتر انه يدينا permission ان احنا نستخدم الشغل ده في اي وقت وفي مكان لو انت بتعمل search على اي امجز online حاول تعمل filter للاي للايمجز اللي انت مثلا شفتها علشان تشوف هل مثلا عليها copyrights هل مثلا license خاصة و public domain فقدر استخدمها مثلا without any permission فلازم تاخد بالك من الصور تشوف copyrights ولا عليها مثلا public domain و creative common اوكي public domain includes all creative works not covered by copyrights public domain او اللي هو الملكية العامة المصادر اللي هي تمام الملكية العامة فيها كل creative works الشغل اللي هو الابداعي اللي معلهوش copyright او معلهوش حقوق النشر ومعلهوش قانون ما بتطبقش عليه وما بتطبقش عليه قانون حقوق النشر in Egypt creative works normally enter the public domain وفي مصر طبعا اي creative work بيدخل public domain بيبقى ملكية عامة ويقدر ان هو يعني الناس كلها تاخد منه اللي هي محتاجة تاخد منه الشغل اللي هي محتاجة بعد خمسين سنة من وفاة ايه the creator of the work بعد خمسين سنة من وفاة الشخص اللي هو عمل create للايه لالشغل ده اوكي دي جد تتابات من كتاب معاصر تعالى نشوفها choose the correct answer from A B B C or D the international symbol of the copyright قلنا ايه قلنا ان هي بتبقى letter C وفي عليها circle around it when you use copyrighted content you should لما انت بكون بتستخدم محتوى عليه حق ونشر فايه اللي انت لازم تاخد بالك منه ان انت ت ignore the creator's work لأ طبعا respect the creator's work ولا copy the creator's work ونالقف ديم لأ طبعا لازم احترم شغل الكرياتر اللي عمل الشغل ده اجاب شيان لو gives freedom to use a creator's creative work not years after their death قلنا قبل كده ان القانون المصري بيد الحرية لالناس اللي هي تقدر تستخدم المحتوى اللي عليه copyright بعد وفاة الشخص بقيم سنة بخمسين سنة يعني بعد ما الشخص يتوفر خمسين سنة الشخص اللي هو عام الكرياتر بعد خمسين سنة بنقدر ان احنا نستخدم المحتوى الخاص بكل سهولة giving permission to reuse his work at any time and any place so we can use it freely this is called creative commons قلنا creative commons ان الكرياتر بيبقى بدينا الpermission ان احنا نستخدم الشغل الخاص بي at any time and any place سواء مثلا عايزين مثلا image او عايزين فيزيو او عايزين movie او اي حاجة هو اي شغل خاص بي from the ways to use the writing of the other من الطرق اللي احنا نعملها علشان نستخدم اي كتابات لي ناس تانية وما بيقاش علينا مشكلة copyright او نضطر ان احنا يبقى فيه مشكلة ان احنا use the exact words وparaphrase ideas لان انا استخدمت الكلمات زي ما هي without any change او ان انا يعني اعيد صياغة الكلمات بس بأي بأفكاري يبقى both a and a and b نقطة are protected by copyright طبعا ان الامجز والبوكس والجيمز يبقى all of them if you are searching for images online you can note your results to show only images with the slicing لازم اعمل filter لليمجز علشان اشوف هل هي مثلا creative common ولا هل هي مثلا الشخص التاعها مثلا خلاص اه اه توفى مثلا وعدى على وفاته خمسين سنة فقدر انا استخدم الشغل ده ولا هي مثلا عليها copyright فلازم اعمل filter لليمجز the creative work that are not covered by copyright are public domains قلنا ال public domains دي الاملكية عامل كل الناس ويبقى الشغل اللي فيها يقدر اي حد يستخدمه without permission put right or wrong copyright laws cover one kind of creations only لأ طبعا copyright law be cover many kind of creations copyright protects creators work طبعا صح copyright protects images music videos games software and website طبعا بتحمي كل الحاجات دي before using copyright content ask for permission to use it طبعا لازم لما استخدم اي copyright او محتوى على حقناش لازم اخد permission من صاحب الايه صاحب الشغل ده you should only use all parts of someone else writing in research paper without crediting the source لأ طبعا ما يفعش ان انا استخدم يعني اي writing خاص اي حد من غير ما اسكر المصدر اللي انا جايبه منه الشغل ده اذا انا مثلا بستخدم writing ما يفعش ان انا استخدم writing دي وحط عليه اسمي لأ لازم اعمل credit او يعني اعمل mention للسورس اللي انا جايبه منه الايه الwriting ده وكمان اعمل mention لصاحب الwriting ده يبقى طبعا غلط creative command reuse license mean the creator has given permission for their work to be used at any time and anywhere طبعا الكرياتف كومن دي بيبقوا مستخدمين اه رخصة او ترخيص ان هو الكرياتف مدينا احنا permission اذن ان احنا نستخدم الورك الخاص بي at any time and anywhere في اي مكان واي وقت اوكي طبعا آآ ليس نسهني جدا آآ لدي كلمة عن ال copyright وان احنا ازاي ما نحاولش ناخد اي حاجة copyright من غير ما ناخد permission آآ طب لو صورة مثلا هعمل mention واسم الفوتوغرافر واسم طب لو باخد مثلا اي حاجة مثلا طب لازم اعرف برضو الكرياتف كومن ان هو الكرياتف ما بدينا برمجة ان احنا نستخدم الشغل ده في اي وقت وبابلوك دوميل كمان نقدر نستخدم منه اي شغل آآ كله فور فري اشوفكم في فيديو بديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة